قُلْ يَا رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا زِدْنِي فِقَهًا زِدْنِي حُكْمًا أتبع قولك عاملاً يبني يجبر ذلك عثرة أمّا قُلْ يَا رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا اقرأ وافهم خيراً تغنب اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيراً تغنب اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن يتبع هداه ثم أما بعد هذه حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج نسو الله كبارك تعالى أن يدقبله وأن يجعل من ورائه الخير والثواب وهي الحلقة السادسة قصة جديدة في آية جديدة هذه الآية في الجزء السادس من أجزاء القرآن من سورة المائدة الآية رقم سبع وستين وهي قول الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ هذه الآية فيها بيان عظيم ولكن لها قصة طيبة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الحرس وكان يدعوهم يعني تارة يجعل بين يديه حارسا وتارة لا يفعل ذلك ولقرأنا في بعض الكتب مثل زاد المعاد وسبل الهدى والرشاد للصالح سنجد أسماء الذين كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يترك ذلك الأمر فمسألة الحراسة كانت من اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم تارة يأذن بذلك وتارة لا يأذن ولكن ما سبب هذه الآية من حيث هذه القصة الطيبة التي نجمع بينها وبين هذه الآية في نسق واحد لنستفيدة إن شاء الله هذه القصة هي قصة حسنة في إسنادها أخرجها ابن حبان وابن مردوي وصححها الشيخ الألباني أو حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا كلمة إذا نزل أي إذا وصل إلى مكان فنزل من على راحلته إذن أصل النزول أن تنزل من مكان عالي لمكان أدنى والمقصود بالنزول ليس نزولا من جبل وإنما النزول من الدبة إلى الأرض إما للجلوس وإما للنوم والمقصود بذلك الراحة والإجمام الإجمام إن الإنسان يستريح ركوب الدبة مجهد ومرهق وكل مرحلة يحتاج أن ينزل من على الدبة حتى يستريح وهذا المكان الذي ينزل فيه يسمى بالمنزل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا نظر أعظم شجرة يرونها نظر فوجدوا مثلا الأشجار الموجودة هناك أشجار كبير عظيمة هناك أشجار أقل من ذلك فوجدوا أعظم شجرة كانوا يجعلونها للنبي صلى الله عليه وسلم فينزل تحتها وهذه مسألة مهمة جدا أن الفاضل أو أن الشريف يختار له المكان الذي يليق به أولا هذا من جملة الهد ثم ينزل أصحابه بعد ذلك في ظل الشجرة حتى يكونون حوله وفي أطراف شجرة هنا وهناك ولكن ينزل أولا صلى الله عليه وسلم وسميت الشجرة شجرة لاختلاف أوراقها وفروعها نجد أن الشجرة إنما تكون عظيمة فرعها تتشابك وأغصانها تتشابك وأوراقها تتشابك هذا التشابك من أجله وبسببه سميت الشجرة شجرة ولذلك سمي العراك شجارا لماذا سمي العراك شجارا لأن الناس يتداخلون يتداخل بعضهم في بعض والتحم بعضهم ببعض فسمي ذلك شجارا فبينما هو نازل تحت شجرة وقد علق سيفه عليها النبي صلى الله عليه وسلم نزل في ظل هذه الشجرة وعلق سيفه في هذه الشجرة إذ جاء أعرابي فأخذ السيف من الشجرة ثم دنى من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فأيقظه يا ترى كيف أيقظه لا ندري لا ندري ولكنه أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذا الأعرابي لم يتأدى بهذا بالإسلام لأنه لم يسلم بعد أما المسلمون فليخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام كما يخاطب بعضهم بعض قال ربنا عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض إذا لا صح أن نقول يا أحمد أو يا محمد وإنما نقول يا رسول الله يا نبي الله إلى غير ذلك بعض الكتاب لا يقول أبدا نبي الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال محمد وجاء محمد وذهب محمد وفعل محمد وصالح محمد وسافر محمد كأن محمد هذا صبي يلعب عندهم في الشارع وهذا من سوء الأخلاق ناس الله تعالى العفية وحسن الخلق فهذا الأعرابي لم يسلم وربما كان في قلبه ضغين أو كان هناك أمر ما سبب هذا الحرك أو هذا الحراك منه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أيقظه يا محمد من يمنعك مني الليلة من يمنعك مني الليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحان الله هذا هو الاعتماد على الله وهذه ثقة في الله من يمنعك يقول الله الصحابة كلهم نائمون وليس هناك من حرس ولا يراه أحد والنبي عليه الصلاة والسلام نائم وهو قائم بالسيف فوقه لو أنزل يده بالسيف لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول له بثقة من يمنعك مني الليلة فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله هناك بعض الروايات وإسنادها صحيح بمجموع طرقها أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له الله رعدت يده فسقط السيف من يده سبحان الله عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله رعدت يد ذلك الأعراب فسقط السيف من يده وفي الصحيحين بلفظ آخر قريب من هذا اللفظ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه ولم يعاقبه يعني السيف عندما سقط من يد ذلك الأعراب لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف ويقتل أعراب هذه محاولة الاغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه المحاولة لابد أن يعاقب عليها فيقتل لا إن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه ولم يعاقبه وهذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكافئ على السيئة سيئة وإنما يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم أخلاق طيبة جميلة بعض الناس الذين يتشددون مع المسلمين ويعاملهم معاملة قاسية إذا سألته لماذا فإنه يقول لك أنا أمرت أن أعامل الناس بالمثل هذا الرجل كان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم غيلة وغدرة وعندما أقدر الله تعالى نبيه عليه لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام بل عفى عنه بل أجلسه وطمنه ولم يعاقبه صلى الله عليه وسلم وفي هذه الحادثة أنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكاثرين هناك بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقد حرسا بعد نزول هذه الآية وفي أسانيد بعضها ضعف قوله سبحانه يا أيها الرسول هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة هذا الخطاب ليس خصا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكنه أيضا لكل من كان في مقام النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمة وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر إذن ينبغي لكل من ورث النبي صلى الله عليه وسلم في العلم أن يرثه أيضا في الدعوة وأن يكون على منهجه في الدعوة طريقة وهيئة ومنهجة فقال ربنا عز وجل يا أيها النبي بلغ البلاغ ونشر الدعوة إذن المطلوب أن ننشر الدعوة ومن فوائد نشر الدعوة الثبات على الطريق من فوائد نشر الدعوة زيادة الحسنات من فوائد نشر الدعوة حصول البركات من فوائد نشر الدعوة تقليل الفساد من فوائد نشر الدعوة قلة القالة الذين يحركون الضغائن في القلوب من فوائد نشر الدعوة تربية الأجيال الصالحة إذا لابد من نشر الدعوة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ دعوة الله عز وجل ولا تخف عندما تفعل ذلك فمن فعل ذلك بإبلاغ الدعوة والقيام عليها فإنه من جملة أولياء الله وإن الله تبارك تعالى ناصره ومعينه ومؤيده النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل من يمنعك من الليلة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل صاحب الصحابة أدركوني أغيثوني أيها الحرس لم يقل ذلك وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أنا أدعي إلى الله وأنا أتحرك في سبيل الله وأنا أتكلم من أجل الله لأريد جزاء ولا شكور فالله الذي أتحرك من أجله وأعيش من أجله وأصلي له سبحانه هو الذي ينصرني هذا والمعنى الذي ينبغي أن يستقر في وجدان الدعاة إلى الله أنهم كما يعملون لله فإن الله تعالى يعمل لهم فإن الله تعالى يعمل لهم فإذا فهمت ذلك الأمر فاعلم أن الله تعالى مع المؤمنين مع المتقين فلتكن عزيمتك قوية ولتكن ثقتك بالله تعالى عظيمة قال لربنا سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس يعصمك عصمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عصمة تامة لم يقدر أحد أن يصل إليه لم يقدر أحد أن يصل إليه وبالتالي كلما كان أباعه على منهجه بالصورة الأتم كلما حصلت لهم من العصمة بقدر ما هم عليه من الخير والبركة إذا كان الخير وإذا كانت البركة على التمام والكمال كانت العصمة كذلك والنقص بالنقص والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تعلم دينه وعلى نشر رسالة نبيه وأن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمه قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اول قول في القرآن اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ�ك اczمفهم خيرا تغنم اقرأي کرك اقرأ 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 لنckال kasih اقرأ